اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية التعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها على تطبيقك الخاص تريكولر ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تأتي إلى الأسفل هنا سوف تضغط على الرسائل هنا في الأسفل بعد ذلك يأخذك إلى هذه النافذة الخاصة هنا للرسائل وما عليك أن تقوم بفعله بعد الآن هو فقط أن تأتي إلى الأعلى سوف تأتي إلى الأعلى هنا تضغط على ثلاث نقاط تظهر معك قائمة على هذا الشكل بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على تغيير تطبيق الرسائل القصر الافتراضي تظهر معك هنا نافذة وهنا يمكنك أن تقوم بتغييرها إلى التطبيق الذي تريد إضافته على تطبيقك الخاص وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزر لايك